الكويت نشوءها وتطورها ما بين عامي 1750 وألف وثمانمائة وواحد وسبعين للوصول إلى الحقيقة يجب العودة دائما إلى الجذور التاريخية إلا أن الكويت في المراحل الأولى لنشأتها من منتصف القرن الثامن عشر وإلى سبعينيات القرن التاسع عشر لم تنلحقها الكافي من التقصي ضمن منهج أكاديمي واضح وكل ما ذكر لا يزيد عن قصاصات متفرقة لا تعطي الصورة الكاملة للأحداث الرئيسية فيها لكن هذا البحث راعل جمع والتصنيف الشامل لهذه المرحلة التاريخية المهمة بداية من هجرة الاعتوب من نجدة إلى الكويت ومرورا بتطور النظم السياسية والاجتماعية في مؤسسات الدولة فكيف بدأت الكويت؟ وكيف وصلت إلى ما هي عليه الآن؟ كيف كانت الكويت قبل التأسيس؟ يحمل موقع الكويت خصائص استراتيجية وتجارية هامة حيث تعتبر الكويت البوابة الطبيعية لشمال شرق الجزيرة العربية وهي أقصر الطرق التجارية التي تربط ما بين أوروبا والجزيرة العربية كما وأنها سوق حيوي لتصريف البضائع لقدرة موقعها على جذب السكان والتجار القادمين من بلاد الشام ونجد والأحساء إضافة إلى احتوائها على جزر عديدة مثل أم المرادم وقارورة مما يمنحها منافذ بحرية تعمل على ربطها مع العالم الخارجي أما لمن يتساءل عن أصل تسميتها فيأتي اسم الكويت من الكلمة العربية كوت والتي تعني القلعة وقد برزت أهمية الكويت في التاريخ الحديث نتيجة لتنافس الدول العظمى في أوروبا والأثمانيين لاحتلالها كطريق للسيطرة على كامل الخليج العربي وعلى الرغم من عدم اتفاق المصادر على تاريخ محدد لوجود مدينة الكويت إلا أنه من المؤكد أنها كانت موجودة في القرن السابع عشر حيث عثر على خرائط أثرية تشير لوجود مدينة القرين وهو الاسم القديم للكويت قبل تأسيسها كما ويرد في مصادر أخرى أن زعيم قبائل بني خالد وهو براك بن عريعر كان قد اتخذ حصنا له في نفس موقع المدينة الخالية والتي كانت مجرد قرية صغيرة في عام 1670 ميلادية طردت قبائل بني خالد العثمانيين وسيطرت على المنطقة وقد ساهم وجودهم في اتعاش التجارة لسكان الكويت كما كانوا قد أنعموا عليهم بالمكافآت وذلك نظيرا لمشاركة الكويتيين في فتح منطقة الاقتيف ليس ذلك فحسب فقد ساعد وجود بني خالد على حماية الكويت من غزوات السلفيين المسيطرين على نجد مما عزز نمو وازدهار هذه المدينة الناشئة وبعد أن ضعفت شوكة بني خالد في بداية النصف الثاني للقرن الثامن عشر اتصلوا بشيخ الكويت صباح بن جابر ليعقدوا معاهدة من أهم بنودها نيل الكويت استقلالها الكامل ثم سقط حكم بني خالد بعد هزيمتهم أمام السلفيين عام 1795 ميلادية ولكن الكويت حافظت على استقلالها لتبدأ مرحلة جديدة في تاريخها التأسيس وبدايات التنظيم السياسي بعد الاستقلال مثلت هجرة قبائل الاعتوب واستقرارها نقطة التحول للكويت كلمة الاعتوب تعني عدة عائلات وقبائل متحالفة أبرزها آل الصباح وآل خليفة والجلاهمة ويعتبر الاعتوب فخذا من قبائل عنزة ويرصد المؤرخون أول هجرة للاعتوب مع هجرة عنزة الكبرى من الجزيرة العربية حيث انقسمت عنزة إلى قسمين الأول والمعروف بالرولة وقد هاجروا لبلاد الشام بينما الثاني هم الاعتوب وقد هاجروا إلى سواحل الخليج العربي بحثا عن المال الوفير من صيد اللؤلؤ والأسماك إضافة لازدهار النشاط البحري في النصف الأخير من القرن السابع عشر بعد وصول جماعات الاعتوب إلى الكويت بالهجرة التدريجية كان لابد من تنظيم الأمور فتم إلاء أمور الحكم لآل الصباح وأمور الملاحة للجلاهمة والإشراف على التجارة لبني خليفة ومباشرة بدأ آل الصباح في بناء البيوت الحجرية لتأكيد وجودهم في الكويت ومع الاستقرار الأمني الذي شهدته المنطقة لقوة العائلات الحاكمة وقدرتهم على استغلال الموقع الحيوي للكويت على البحر إضافة إلى نزعتهم الواضحة للاستقلال ومع ضعف القوة العثمانية في المنطقة أدت كل هذه العوامل لتفضيل الوكالات الأوروبية التعامل المباشرة مع آل الصباح مما أدى لنمو اقتصادي سريع في الكويت هذه الفترة هي التي تأسست فيها الكويت بشكل فعلي كما ساهمت حماية قبائل بني خالد لحكام الكويت من السلفيين في بلورة كيان الدولة الحديثة وزيادة قوتها ولأنها منطقة غنية بالثروات البحرية فقد استقطبت عددا من المهاجرين مما أدى لزيادة سكانية واضحة لازم معها وجود أمير حيث وقع الاختيار على الشيخ صباح الأول والذي استمر حكمه لستين عاما ومما سهم في الاستقلال وتأسيس الإمارة هو النزاع العنيف الذي استمر طويلا بين قبائل بني خالد وبين السلفيين حيث ساعد حياد الكويت في التركيز على الاقتصاد والعمل التجاري لتنمو المنطقة بسرعة وثبات اقتباس وفي سبعينيات القرن التاسع عشر ازداد عدد السفن الكويتية وتصعدت فعاليتها التجارية مع استقرار أوضاع الكويت السياسية وثبوت سيادتها على نفسها حتى قدرتها جريدة الزوراء العراقية بألفين سفينة الدكتور صبري فالح لحمدي الكويت وحكام آل الصباح سيطرت قبائل الاعتوب على الجزء الساحلي من الكويت وحتى قطر ونجح آل الصباح في توطيد حكمهم بالمعاهدات والمساهرة مع القبائل البدوية المجاورة وتولى الشيخ عبدالله بن صباح الحكم بعد وفاة والده عام 1762 ميلادية وفي عهده تم بناء سور الكويت لحمايتها من آل سعود في الجنوب ومن أمراء المنتفق في الشمال ومع اضطراب الأحوال في الأحساء تحت حكم السلفيين تحول طريق التجارة بين الهند وقلب الجزيرة العربية إلى موانئ الكويت والبصرة بدلا من الاقطيف والأقير مما عزز قوة ونفوذ الكويت وحكامها وفي هذه الفترة هاجر آل خليفة عن الكويت إضافة إلى خوض الكويتيين أول معركة لهم لرد سفن بني كعب الغازية وكانت المعركة تحت قيادة الشيخ عبدالله بن صباح والذي قد أيضا الغارات المضادة على السلفيين الذين قويت شوكتهم بعد سقوط بني خالد ثم تولى الحكم الشيخ جابر بن عبدالله بن صباح عام 1812 ميلادية وفي عهده تم ترميم سور الكويت الذي بناه والده ثم بنا معه سورا ثانيا لحماية المدينة من محاولات شيخ المنتفق بندر بن صعدون استغلال تهدم بعض أجزاء السور في غزو المدينة ونمت القوة البحرية للكويت في هذه الفترة وفي عام 1829 ميلادية أصيب الكويتيون بالطاعون الذي أفنى ثلاثة أرباعهم إلا أنهم سرعان ما استعادوا رقاءهم وفي عهد الشيخ جابر تحسنت العلاقات مع السلفيين وأصبح حاكم الكويت يحصل على مرتب من العثمانيين بدلا من دفع الإتاوة مما يدل على قوة الإمارة ثم استلم الحكم الشيخ صباح بن جابر لتحتل الكويت في عهده صدارة إمارات شمال الخليج وزادت متانة علاقاتهم مع السلفيين برغم هجوم السلفيين على عجمان التابعة للكويت في أول سنة لحكم الشيخ صباح بن جابر وبعد سبعة سنوات تولى ابنه الشيخ عبدالله الثاني بن صباح الحكم ليتصعد النشاط التجاري للكويت في فترته ثم تعرضت الكويت لمجاعة في عهده استمرت لثلاثة سنوات فتح فيها الشيخ خزائنه لمساعدة السكان ويذكر أن الشيخ عبدالله الثاني قد ساعد في آخر عهده القوات العثمانية في حربها مع آل سعود لإخضاع الأحساء العلاقات الكويتية مع الدول الكبرى أثناء فترة نمو الكويت في منتصف القرن الثامن عشر كان الهولنديون قد أسسوا مستعمرتهم في جزيرة خرج القريبة وذلك لتسهيل تجارة شركة الهند الشرقية الهولندية في المنطقة وقد حاول البارون الهولندي كينغ هاوزن الحصول على مساعدة الكويتيين في حماية التجارة المتجهة إلى حلب كون الطريقة من الكويت هو الأسرع في المنطقة ولكنه اختلف مع شيخ الكويت حول القيمة المالية لهذه المساعدة ومع ازدهار الكويت أدركت الشركة الهولندية أهمية الاستعانة بالمدينة فتعاونوا مع تجار الكويت لنقل البضائع المسافرة إلى بلاد الشام ولقد كان من خطة الهولنديين المبادرة لاستخراج معدن الكبريت من الكويت إلا أن انحصار نفوذهم مع صعود النفوذ الإنجليزي في المنطقة حال دون ذلك بدأت علاقة الكويت مع شركة الهند الشرقية الإنجليزية مبكرا ومع احتلال الفرس للبصرة أصبحت الكويت هي مركز البريد الصحراوي الإنجليزي إلى حلب ثم أنشأت الشركة وكالة تجارية لها في الكويت لاستغلال جودة الميناء البحري الكويتي والأمان الذي يتوفر للقوافل المبحرة منه وإليه ولكن العلاقات توترت سريعا بين البلدين بسبب لجوء أحد الضباط الفرنسيين الفارين من الإنجليز للكويت والتي رفضت تسليمه تبعا للعادات العربية وبعد أن نجح الإنجليز في إقناع الشيخ الكويت بتسليم غريمهم عادت العلاقات لطبيعتها ولاحقا نقل الإنجليز وكالتهم من البصرة ليستقر عملهم كله في الكويت ثم قاموا بعدة محاولات فاشلة لضم الكويت إلى حمايتهم وسلطتهم أنظمة الإدارة والقضاء والتجارة كانت سلطة أمير الكويت أشبه بسلطة زعيم القبيلة وكان الدستور هو الأعراف والتقاليد القبلية السائدة إلا أن الحكم استند على الشورى بين الأمير وأعيان القبائل والتجار وكان حكما وراثيا في الأصلح من آل الصباح مع وجود المعونة من زعماء قبائل المدينة حتى تولى الشيخ عبدالله الثاني الذي أسند الإدارة لإخوته وكان يجزل العطاء للقبائل البدوية على أطراف المدينة ليكسب ولاءها بالنسبة للقضاء فقد كانت الأمور تحل بين الأهل المتنازعين بالشكل القبلي المعتاد بينما شكلت تجار لجنة خاصة بهم لفض النزاعات وأول قاض للكويت هو الشيخ محمد بن فيروز في عهد الشيخ صباح الأول ثم تحول المنصب إلى أسرة العدساني وفي التجارة برع الكويتيون بتجارة اللؤلؤ والملاحة البحرية حيث تعلموا صناعة السفن من سكان مسقط كما وساهمت التجارة البرية في تعزيز أعمالهم وكانوا يفرضون الرسوم المنخفضة ويشجعون التجارة الحرة مما أدى لازدهار تجارتهم بسرعة كبيرة الخاتمة اكتسبت الكويت بحكم موقعها الجغرافي مكانة حيوية ساهمت في ازدهار تجارتها وخاصة البحرية وجعلت منها مطمعاً للكثيرين وقد بدأت نموها الحقيقية بعد وصول الاعتوب إليها ثم استلم أل الصباح مقاليد الحكم وأسسوا بذرة نجاح الكويت الحديث وأدت انتصاراتهم على الكعبيين إلى تثبيت مكانتهم بين جيرانهم كما وحاول الهولنديون التعاون معهم لتنشيط التجارة في المنطقة بينما نال الإنجليز حصة الأسد في استغلال موقع ونشاط الكويت التجاري وعلى الرغم من كل المصاعب التي مرت بها الكويت في هذه الفترة الحرجة فإنها نجحت بالاستمرار حيث وصلت إلى ذروتها في العصر الحديث